تنظيم الدولة انتهى أم لم ينتهي قضي عليه أم لا أسئلة كان من البديهي الإجابة عليها بعد ثلاث سنوات من حرب أتت على ثلاث حواضر في العراق وسوريا وقتلت الآلاف وشردت الملايين لكن بالحالة الراهنة قد يعتمد إنهاء الحرب من عدمه لا على نتائج الأرض فقط بل على مكاسب أطراف النزاع وبين ضجة التصريحات الأخيرة حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق المتأرجحة بين النفي والإثبات خرج رئيس الحكومة حيدر العبادي لينفي ضمنا ما ذكره المتحدث باسم حكومته قبل أيام فقال العبادي إن العراق ما زال بحاجة للوجود الأمريكي بسبب بقاء خطر تنظيم الدولة الذي أعلن هو ذاته نهايته أواخر العام الماضي قد لا يأخذ أحد تصريحات الأعباد الجديدة المتناقض على محمل الشك والمواربة بقدر ما هي عدم امتلاك الرجل زمام أمره فعاد ليشرعن بقاء القوات الأمريكية ببقاء خطر التنظيم الذي أكد امتلاكه ما قال أنها معلومات استخباراتية تفيد بأن عناصر التنظيم يعيدون ترتيب صفوفهم في سوريا وهذا ما تماشى إلى حد كبير مع ما قاله الحاكم الأمريكي السابق في العراق بول بريمر بأن واشنطن تعتزم البقاء في العراق من أجل الحفاظ على مصالحها وهذا ما تريده حكومة الأعباد بحسب بريمر وبغض النظر عن تصريح الانسحاب من حيث التوقيت وشخصيات مطلقية لسيما وأن الانتخابات البرلمانية على الأبواب فدعاية كانسحاب القوات الأمريكية قد تكون جاذبة شعبيا يصلت الضوء على حالة الفوضى التي يعيشها العراق فصحيفة التايمز البريطانية نشرت تقريرا يتحدث عن احتمالية استثمار التنظيم للظروف الراهنة من غياب للقانون وتكريس للسياسات الطائفية كي يضرب مرة ثانية في البلدين وما بين سندان التنظيم ومنطرقة خصومه تتصاعد مخاوف ملايين المقهورين هم سكان المدن المدمرة من إعادة مبتذلة لسيناريو آخر قد يدمر ما بقي شاخصا ويقتل من بقي منهم حيا اشتركوا في القناة